السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض أنت رب السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض نور السماوات والأرض أنت الحق وقولك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق عليهم صلوات الله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما أسررت وما أعلنت إنه لا إله إلا أنت وصلاة الله وسلامه على محمد وعلى آل محمد إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ابتداء وقصده هذا الأول من شهر الله الحرام ذي القعدة من العام الحادي والأربعين بعد المئة الرابعة بعد الألف نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها ونسأله العافية لنا ولعباده المؤمنين وهذا مجلس رجوت الله أن يكون في أجلي بقية حتى أقعد لله في أمجد اسمه العظيم وأتقرب له بهذا التمجيد وهذا التفخيم وهو له أهل يسمعه عباد الله المؤمنين فينتفعون بالكتاب وبما في الكتاب من علم بالله نسأل الله أن يزيدنا به وبكتابه علما وأن يجعل كتابه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا فهذا المجلس عباد الله كما قدمناه رجوت الله ولا أزال أرجوه أن يكون في الأجل بقية حتى أقول ما أقول تقربا إلى الله العلي العظيم العزيز الحكيم ونصرة لهذا الكتاب العظيم وهذا النبي الكريم ونصحا ومنفعة للعباد المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ثم قبل أن أشرع كما بارك الله لنا ويسر لنا في هذه المجالس أن طهرنا أن تكون هذه المجالس لغير اسمه العظيم فلا تكون مجالسنا هذه إلا قربانا بذكر اسمه العظيم والدعوة له كما قال تعالى اسمه العظيم ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فاللهم على هذا أعنه وعلى هذا أن يكون عملنا بين يديك كما سلف من أئمتنا من الأنبياء والمرسلين اللهم أمي هذا المجلس عباد الله في ذات الله وفي أسماء الله العلية وفيما أرسل به المرسلين وأنزل لمثله الكتب ألا يعبد إلا الله وحتى يعرف العباد ربهم فهذا من هذا وهو من الكتاب العظيم إن عجلت فقلت نور عظيم ونور مبين وخير عظيم كبير فلا أخالني أخطأته إذ هو من المبين الظاهر من الكتاب مما لا ريب فيه ولكن نسأل الله رحمته ورضوانه والقبول والمنفعة لمن سمع ولمن بلغته نصيحة وآية اللهم آمين ابتداؤها أذكر أنني حين رأيتها وقرأتها وإن جاز أن نقول وفقت إليها رجوت الله أن يأذن لنا فيسمعها العباد المؤمنون ولا يراها ذات شأن ولا يرى ثقلها إلا مؤمن بريء فمبدأها كان أنني كنت أتتبع في الكتاب العظيم أين قال الرحمن لا إله إلا هو أين قال أنا الله تعالى اسم الله العظيم وحسبك بهذه لكل مؤمن سامع أن يقف عندها ويا عباد الله لن يعتني بما يسمع ولن يلتفت لما يقان إلا من أحب الله وأحب الأنبياء والمرسلين من دأبه الدنيئة الدنيا فليس له الكلام ولا الخير لأمثالهم هذه لمن امتلأ قلبه بمحبة الله وامتلأ سعيه أن يتقرب إلى الله فيكون لهذا العبد كل أمر في ذات الله جلل عظيم ويكون كل رجائه زيادة علم بالله العظيم وقل ربي زدني علما وهل العلم إلا علم بالله العظيم تعالى اسم الله فكان الأمر على قصص يتلى في الكتاب أنني كنت أتقص أين قال الله عن نفسه العلي تعالى اسمه المجيد أنا الله وكان أعظمها فيما بدأ بالشاهد التي في سورة طاها في أول سورة طاها في الآيات وليس في الصفحة أن الله إذ نادى موسى وهذا مرة أشرنا إليه أن ما قول المؤمن أن يسمع الكلمات التي اختار الله أن يقولها لموسى بغير وحي ولا رسول يعني بغير وحي أن لا يرسل رسولا يحدث بهذا نبيه موسى فيقولها الله نفسه تعالى اسمه لعبده موسى الأصل في كل مؤمن يسمع هذا أن تلكم هي الكلمات التي قالها الله بغير رسول أرسله إلى أنبيائه فكانت أن قال الله لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الآن هذا الوحي من غير رسول من الله إلى موسى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وقلنا يومها أن هذا جامع مراد الله في الكتاب أن يعلم أن لا إله إلا هو وأن الساعة آتية لا ريب فيها جملة الكتاب وهديه والمرسلون والنبيون لأجل هذا فكان الأمر هذا والعبد الذي يؤذن له أن يعقل بقلبه ما سمع إنني أنا الله تعالى اسمه العظيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وليس لمثل هذه الآية في القرآن مثيل أن تبدأ أنا الله لا إله إلا أنا تعالى اسمه العظيم سمعتم أن تبدأ بي أنا الله وتنتهي لا إله إلا أنا أنا الله لا إله إلا أنا تعالى اسمه المجيد فهذه كانت علاها في سورة طه فجئت أتتبع أين قال فإذا هي في الكتاب ثلاث وظن بالمؤمنين أنه الآن يتسمع ويمسط أين قال الله يا عبد الله ليس العلم إلا هذا الكتاب وليس العلم إلا بالله وإلا في الله التي في سورة فاطر أن قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس العلماء الذين في هذه الآية إلا العلماء به واضح إذ الآية ولو أحلتكم عليها أن الله قال إنما يخشى الله من عباد العلماء ثم آية في الزمر تبين هذا قال أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة كما قلت لكم الله لا إله إلا هو والدار الآخرة هذا مراد الكتاب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون هذا هو العلم والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت آناء الليل والليل مضنة الدنيا ولهوها ولعبها الليل ليس لأهل الدنيا هكذا كان دأبا حتى كان ما كان إنما العلم الذي يرجوه العبد إذ قال الله لعبده النبي محمد عليه صلوات الله وقل ربي زدني ليس في الكتاب زدني إلا أن زادنا الله إيمانا وزادنا علما ثم قال وقل ربي زدني علما وكما قلت لكم ولا أزال وأقول بعد شيبة ليس العلم إلا بالله أن يعلم الله لا إله إلا هو جيد فكانت التي تلون عليكم من سورة طاها إنني أنا الله لا إله إلا أنا ثم بالترتيب التي في سورة النبل ثم التي في سورة القصص هذا الترتيب في الكتاب فلأجل الترتيب الذي في الكتاب قلت هذا ولأجل التقريب للناس أذهب إلى القصص ثم يعلم العبد ما كان في سورة القصص والكلام لموسى أسمعه الثلاث كانت من الله لموسى يعني إذ قال الله أنا الله كان الكلام من الله لموسى أن يرسل الله موسى إلى فرعون الذي قال للناس ما علمت لكم من إله غيري فأرسل الله النبي موسى أن يقول موسى بعد علم من الله أن قال الله أنا الله لا إله إلا أنا اذهب إلى فرعون بي أنا الله تعالى اسم الله العظيم ثلاثة الآيات كانت من الله لموسى وكما قلت لكم ولا أزال أقول من لم يعلم ولم يتنبه مقالات الله في الكتاب لموسى وبني إسرائيل عن فرعون والآيات الكبر ما علم ولا رأى ولا أدرك ولا أبصر يا عبد الله أنت الذي يسمع الآن بعد الفاتحة أم القرآن البقرة وهل البقرة التي كانت مع موسى وبني إسرائيل ثم آل عمران وهل آل عمران إلا أن كان مريم وابن مريم فكتاب المسلمين في أوله البقرة وقصص بني إسرائيل وآل عمران ومريم ابنة عمران والمسيح ابن مريم ابنة عمران هذا هو الكتاب ثم يعلم من علم ويفهم من فهم الآيات الثلاث التي جلست لأجلها وأرجو أن أجدها في الصحيفة يوم الدين أن أقول ويسمع المؤمنون أن قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا قالها لموسى في سورة طاها ولما ناداه في سورة القصص عند الطور كذلك المجد لإسمه العظيم قال فناديناه من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين اسمع عبد الله اسمع في طاها إنني بالتجديد بنون ونون إنني أنا الله لا إله إلا أنا ولا مثيل لها في الكتاب في القصص إني أنا الله رب العالمين مرسل موسى بهذا إلى فرعون ثم التي في سورة النمل من الله إلى موسى إنني أنا الله ذات الكلام فمن لم يعلم مقالات الله التي كانت من موسى إلى فرعون ما علمه الكتاب كله على نبي الله محمد عليه صلوات الله ولنبي الله محمد فيعلم من سمع الكتاب وعلم النبي ما كان بين الله وموسى إلى فرعون وتسع آيات بينه من علم هذا فقد علم ومن لم يعلم لم يعلم ولو تلى ما تلى من المتون والكتب والصفر من الأوراق التي صدت عن سبيل الله كتب العلماء هكذا يقال هكذا يسمونها ولا يدفع كتاب الله إلا بكتب العلماء كما قال ابن عباس وقال الأنصار الذين نصروا نبي الله إنما ضل الناس بكتب علماء بكتب علمائهم وتركوا كتاب الله هذه مقالة ابن مسعود وابن عباس فمن كذب فليكذب هذين حاشاهما ولم يخلف لنا هؤلاء الصدقون الأنصار صحيفة ولا كتابة ولا خلفة إلا الخلف المحدث جيد فناديناه من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله اسمع أنا أتمند وأرجو أن يعقل السامع ما أقول أنا الله رب العالمين أنا الله لا إله إلا أنا تعالى اسمه العظيم أنا الله رب العالمين تعالى اسمه ثم قال في سورة النملي ثم قال في سورة النملي اسمع في أولها التي ذكرت لكم في سورة طه في أولها والتي في سورة النملي هكذا في أولها اسمع فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أحمد الله وأشكره أنني تبينتها وأنني رأيتها وأنني عقلتها وأنني أبصرتها وأنني سمعتها ولو ميت بعد علمها لقد علمت عن الله ما أرجو أن أتقرب به إلى الله يوم أبعث يوم الدين مجلس للنصيحة من علم من كتاب الله شيئا فليذكر به وليحدث الناس به وليدعو إلى الله وليدعو إلى هذا الكتاب العظيم وهذا النبي الكريم على محمد وعلى آل محمد صلوات الله كما قلنا سورة طاها سورة النملي سورة القصص طاها تبدأ طاها سورة النملي طاسين سورة القصص طاسيم ميم في الثلاث أولها طا ها طاسيم طاسيم ميم في ذلك علم مبين إنما ها قد قل أين قال الله تعلم هذا عبد الله هنيئا لمن سمع طوبى لمن سمع مقالات الله من كلام الله في كتاب الله هذا هو الدين هذا هو العلم كتاب عن الله من كلام الله وأنبيائه ومرسله فيا عبد الله قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر لا تنسى أنها كلها كانت من الله إلى موسى اذهب إلى فرعون قبل أن أجلس للتدريس والتسجيل كان القرآن يتلى فأول ما قال كانت وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ورب السماء يعني قبل أن أجلس جلست عند هذا المجلس فكان القارئ يقرأ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق الحق إنني أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله رب العالمين تعالى اسمه العظيم أنا الله العزيز الحكيم فكذب فرعون وأبا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى نعم العبد الذي بصره ربه عنكم أتكلم فسمعه وتلى وأبصر وعقل وعلم من كتاب الله وكلام الأنبياء والمرسلين هذا هو الدين ورب العالمين الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبدأ الأمر والدرس والتذكرة منها هنا ثلاث قال الله فيها ما قد سمعتم لو أن عبدا أذهب عمره في تمجيد الله بذكر الله من كتاب الله أفلح العبد نجى العبد بلغ العبد كما قال النبي لوط عليه صلاة الله وسلامه إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون إني لعملهم من القالين أن يترك الكتاب وأن يؤخر الكتاب العظيم ويقدم عليه قول الغلمة والولدان والصبية الذين لولا محمد عليه صلوات الله وآل محمد والذين صدقوه ونصروه ما كان لأحدهم أن يتلوا حرفاً وأن لا يعلم شيئاً ولا وجهة ولا قبلة ولا منسكاً ولا دينة ثم يؤخرون كلام ربهم والنبيين ويتقدمونهم إني لعملهم من القالين جيد فقد سمعت والحمد لله أن أذن الله فقلت ورجوت الله ودعوته أي أذن فأقول هذه واحدة الثانية جئت أنظر تدبراً في الكتاب أين قال الله إن الله لهو إذ في الكتاب إن الله هو أدعها للعبد المؤمن اذهب فانظر أين قال الله املى بها فمك يا عبد الله أين قال الرحمن هذا هو الدين يا عبد الله إن مشايخ شابوا وجاوزوا السبعين العمر العتي بلغوا وجاوزوا لا يحسنون ذكر أسمه وذولاً بسمعهم يقولوا الله آد وألا بأولى ذولا هو اسمعهم إذا سمعته فاعلم أنه مصروف وأنه محروم ولم يؤذن له أن يذكر ربه وأن يذكر أسم ربه قال له تعالى اسمه المجيد استمع لما يوحى إنني أنا الله فكذا اسمه يا عبد الله واضح فتركتها لك أين قال إن الله لهو إذ أن قال أنا الله ثلاثاً وأن قال إن الله لهو ثلاثاً تعالى اسمه العظيم قال إن الله لهو أولها في آل عمران ويسورة آل عمران ما لسورة آل عمران يكفيها بلاغ علم بلاغنا عن نبي الله المفخم المكرم المعظم عليه صلوات الله أنه قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران ماذا يقول لكم المشايخ اقرأوا الكتب اقرأوا المتون اقرأوا التي في المغر والكهوف فقال عليه صلوات الله اقرأوا البقرة وآل عمران فأول أن قال الله إن الله لهو كانت في آل عمران تلكم التي افتتحت بها أن قال الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إذا قضن الله قبل أن أتم فعليكم بالعزيز الحكيم انظروا ماذا قال العزيز الحكيم عن العزيز الحكيم في الكتاب الحكيم إنه نور مبين أقسم بالله ما كنت أقول على درس درسته أنه نور مبين ما قلت إلا هذا وأنا عليه مقسم إذ أنني أطلو الكتابة لا أزيد ما فعلته ما قلت إلا أنني أطلو الكتاب وإذ تلوت عليك ستعلم أمرا حمدت الله ما كنت أعلمه حتى تبين وعلمنا أسأل الله يكون من رحمته ومنه وفضله وإحسانه وهديه قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم هذه واحدة وثنتان في سورة الحج إن الله لهو الغني الحميد إن الله لهو خير الرازقين بالترتيب إن الله لهو خير الرازقين إن الله لهو الغني الحميد هاكم ثلاثتها إن الله لهو العزيز الحكيم إن الله لهو خير الرازقين إن الله لهو الغني الحميد ثلاثة تعلموها ولولا أنه خصها ما قلت لكم أراد بها شيء خصها بما قد سمعت اللام فيما يعلمه العرب بيان وتأكيد وتثبيت أن قال عن نفسه إن الله هو أن قال عن نفسه إن الله له هذه منه أثبت واضح فتبينه جيد فمنها هنا بدأ الدرس والتذكرة أن قال الثلاثة التي قالها لموسى تعالى اسمه العظيم اسم الله العظيم وأن قال عن نفسه إن الله له وكانت واحدة من الثلاثة إن الله له الغني الحميد إن الله له خير الرازقين إن الله له العزيز الحكيم كانت واحدة من الثلاثة إن الله لهو العزيز الحكيم كانت واحدة من الثلاثة الأول أنا الله لا إله إلا أنا تعالى اسمه أنا الله رب العالمين أنا الله العزيز الحكيم فتنبهت أن العزيز الحكيم وزاد الكتاب بيانة أن وجدت الأمر بالحقيقة جللا ورحمة ونورا عظيما وأسأل الله أن ينفعنا به وأن ينفع كل من سنعه لو جئت أشرع لك فأقول لك ماذا تجد بي لا إله إلا هو رب العالمين العزيز الحكيم التي قالها لموسى تكاد تعقل إذ قال لا إله إلا هو رب العالمين وهل الدين إلا هذا أنه لا إله إلا هو وأنه رب العالمين الحمد لله أم القرآن رب العالمين أليس كذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا كم مرة قال لا إله إلا أنا في الكتاب كم مرة أنا الله لا إله إلا أنا واحدة كم مرة قال لا إله إلا أنا ثلاثة قال لا إله إلا أنا في الأنبياء وفي النحل وفي التي تلوناها أولى المجلس بصورة طه ثلاثة مرات قال لا إله إلا أنا تعالى اسمه العظيم رب العالمين هذا الأمر كله يعلم العبد كل عبد يعلم من رحمه ربه لا إله إلا الله رب العالمين هذا الذي أرسل عليه المرسل وزادنا ربنا في صريح الكتاب العزيز الحكيم راضح؟ فإذا اتضح المجلس أنني جلست المجلس حتى يتسمع العبد المؤمن وأن يعلمه العزيز الحكيم وسأتلو عليها الآيات فيستبين من سمع ويستنير من علم ويرحم من علم اللهم آمين فقبل أن نذهب إلى هذا الاسم العظيم الذي أزعم أو فوق أنني أزعم أنه ليس في مقالات العلماء لا أقول مقالات الناس إذ أنني سمعت ما قال العلماء ورأيت ما قال العلماء وشبت وهم يقولون ولو قالوا وذكروها وعلموها كما هي في الكتاب لا إله إلا هو رب العالمين العزيز الحكيم فلو كانت لنشئنا عليها ولقال الأحبار الأحبار ليست دي اليهود كمان تكون لكل من علم لقال الأحبار هذا حين جئت أتتبع ماذا قال المشيخات في الحكيم أنا أعلم أننا نتكلمون في العزيز معنا العزيز ماذا قالوا في الحكيم إذ أخطأوا في الرحمن فلا تعجب أنهم لن يصيبوا في العزيز الحكيم واضح فقد يقول العهد ما لك والله رجل حدث عنها يا عبد الله إنني مكلوم من قال لك أنه في آخر العهد نشيب وأن نأكل رغيفنا بأيدينا أليس لنا أمة عالمة أنا كل ما أتكلم للناس يقول يا أخي أين جهودهم في الله أليس بقول في الله تبين لنا مسائل كبر وذكرة كبيرة في الله ما قالوها ويشهد عليها الكتاب ولم يقولوها ولم نسمعها منه فاحتطبوا لغير النور فلتبيانها وفصلها فالآن عباد الله مرة أخرى جلسنا المجلس تذكيرا بأسمائه العلية بأسماء الرحمن بأسماء الله كان على رأس ما نذكر به العزيز الحكيم أعظم ما ذكرنا به مقالة الله أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله رب العالمين أنا الله العزيز الحكيم حسب العبد المؤمن المتسمع المتتبع هذه ثلاثة التي قالها حتى يذهب فيتقص العزيز الحكيم في الكتاب وستجد الآن بإذن الله رب العالمين من الكتاب العظيم فيها يعني عجبة بحمد الله رب العالمين كما قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبة تعالى اسم الله تعالى اسمه العظيم فلما ذهبت أتبين فكان وراء هذا الذي وقفنا عليه كبيرة أخرى ألهي جئت أنظر الصورة التي افتتحت باسم من أسماء الرحمن باسم من أسماء الله فمثلا أم القرآن تبدأ بالحمد لله رب العالم فافتتحت بالله رب العالم سورة آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة فصلت حميم تنزيل من الرحمن الرحيم فافتتحت به الرحمن الرحيم واضح؟ سورة السجدة ألف لا ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين جيد؟ ألف لا ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فرب العالمين جاءت في أم القرآن وجاءت في سورة السجدة مرتان سورة الرحمن في فصلت أو لو قلت لك أم القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الآية الثانية إنما لا ما أحصينا حميم حميم فاتحة جيد؟ وكثير من أهل الإحصاء في القرآن من الأولين لا يحصون الفواتح آيةً وبعضهم يحصيها آيةً جيد؟ فضربت لك مثلا الآن الحي القيوم رب العالمين الرحمن الرحيم فوجدت فوجدت أن لا مثل ما سأتلو عليك من الكتاب أن العزيز الحكيم أن الله الرحمن أن الرحمن الله افتتح ثمانية سور بالعزيز الحكيم ماضح؟ رب العالمين مرتات تعالى اسمه العظيم إني أنا الله لا إله إلا أنا تعالى اسمه أنا الله رب العالمين تعالى اسمه أنا الله العزيز الحكيم رب العالمين افتتح بها مرتين في آل عمران افتتح ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم العزيز الحكيم ثماني سور فمن قال ما علمت لا أعلم ماذا يرى ما أعقد لا يعلم ثماني سور والثماني في الكتابة أخواننا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هذا الرقم الثمين هذا الرقم الثمين جيد فأبدأ معك أين قال تعالى اسمه العظيم لما قال أول ما تبينا وأكرمنا وأنير لنا وبصرنا بالعزيز الحكيم إذ قال يا موسى قال له إنني أنا الله أنا الله رب العالمين أنا الله لا إله إلا أنا إنه أنا الله العزيز الحكيم فكانت هذه البصيرة الأولى أن جعلها مع اللا إله إلا هو مع رب العالمين فعلمنا أن لا إله إلا الله رب العالمين معنا واحد العزيز الحكيم في ذات المعنى فأين كان هذا قال لما جئت أتدبر الكتاب كما أمر الرحمن كما أمر العزيز الحكيم من يوم قريب من شهور لا يخلو دعاء أدعوه به إلا وأنا أتنعم بدعائه باسمه العزيز الحكيم فمن شاء فليتنعم ومن شاء فليتقرب جيد اسمع قلت لك أين قالها مع لا إله إلا هو مع رب العالمين من موسى إلى فرعون تبين اسمع ماذا كانت في سورة العنكبوت قال هذه أول أختها التي في سورة سبب اسمع التي في العنكبوت مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اسمع إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ما يدعون من دونه من شيء يعني لا إله إلا هو فقال ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم تعلمت الآن ما العزيز الحكيم أين قال واضح التي في سورة سبب قال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم فلما يقول لا شريك له قال العزيز الحكيم أنا الله لا إله إلا أنا أعيد أعيد المجد العظيم قال عن نفسه العلية أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله رب العالمين إنه أنا الله العزيز الحكيم أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم لا تستبين إلا بعد ما قلنا لك تلوتها حتى شبت ولم أرى حتى أعن وأرجو أن يكون هديا من الله جيد فها قد علمت مثلاني من سورة العنكبوت إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء الشاهد وهو العزيز الحكيم فلا شريك له إذ هو العزيز الحكيم لا شريك له سيقول السامع كيف كيف إذ هو العزيز الحكيم يعني إذ لا إله إلا هو فهمنا لا شريك له إذ هو رب العالمين فهمنا لا شريك له كيف إذ هو العزيز الحكيم لا شريك له الآن ستسوح واضح يا أخوانا من معانيها من اللسان العربي المبين يا عبد الله قلت لك ثماني سورة وسترى بما افتتح أولها العظيم الرحمن الرحيم المجد لإسمه العظيم يا عبد الله إذا لا تحسنوا ذكر اسمه وتمجيده محروم أنت مصروف أنت إذا رأيت نفسك مشغولا به رحمته وهديت إني لكم من الناصحين ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصري تعالى اسمه الله هذا ليس ربنا ما هي الصفات هذا ابن تيمية عند تلبيبه هذا البيت لأحد العشاق لأحد العشاق وقول لك هذا أشعر قالها ولا يعني إنما قالها فنقلت فكلما جاء المستسلف يمجدون صاحبه تلو قرآن الشيطان في الآثار مرفوعا إلى نبي الله الشعر قرآن الشيطان مرفوعا إلى نبي الله عليه الصلاة فتلو من هذا قال وهو يمجد الحراري ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصري فإذا به ضل في الملة أبدأ لك من أول سور القرآن وليس من أول السور التي افتتحت بالعزيز الحكيم من أول السور وأعلاها ذكرا للعزيز الحكيم بأل التاريخ من الآن تنبه يا عبدالله كما قلت لك نرفل في نعمة في خراف النعمة الآن نحن ولو متنا على هذا بحمد الله رب العالمين متنا على خير عظيم نرجو عند الله به القرابين فأكثر سورة ذكر فيها الرحمن أذكركم بالرحمن الناس والمشايا يظنون بالرحمن الظنوب فلا أزال أذكر اسمه تذكرة للناس لما أراد أن يسمي سورة باسم من أسمائه العلية كانت سورة الرحمن فأكثر ذكر للعزيز الحكيم بأل التاريخ يعني ستجد والله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم وكان الله عزيز حكيم إنما كلامي عن العزيز الحكيم المحلى بأل جيد كما أن الله الرحمن محلى بأل العزيز الحكيم جيد فأكثر سورة ورد فيها العزيز الحكيم التي فيها هي إحدى الزهروين من أول القرآن آل عمران التي تفتح ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فيها العزيز الحكيم أربع مرات اسمع كيف قالها في أولها في الآيات الأول تعالى اسمه بعدما ذكر كيف أنزل الكتب التوراة والإنجيل والفرقان تعالى اسمه العظيم قال وراءها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه أول موارد مع لا إله إلا هو أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله رب العالمين تعالى اسمه العظيم أنا الله العزيز الحكيم يعني العزيز الحكيم كما قلت لك الذي لا إله إلا هو اختضاء المعاني والقصص في الكتاب أرونيا سورة سبا أرونيا الذين ألحقتم به شركاء كلا لا شريك له كلا بل هو الله العزيز الحكيم واضح لما قال كلا بل هو الله العزيز الحكيم كلا لا شريك له كيف العزيز الحكيم لو قال كلا هو رب العالمين اقتضاء لا شريك له واضح قلنا ففي أول آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم جيد ها قد تلونا الأولى منها من أربح تلونا الواحد من أربح في سورة آل عمران وحسبك نورا مبينة أن السورة التي افتتحت الله لا إله إلا هو سورة التي افتتحت الله لا إله إلا هو أول سور الكتاب الله لا إله إلا هو أكثر موارد العزيز الحكيم ثم أين يقولها أول مرة كانت فيها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه واحدة الثانية في السورة نفسها قال شهد الله هذا من أعلى ما تسمع من شهادات الله لنفسه إنزالا في الكتاب العظيم شهد الله أنه إنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين إن الدين عند الله الإسلام ارجع ارجع شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله إنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم لأن لو تلوتها زمنا قديمة لعلنا ما عقل الآن استبادت بقيت الثالثة في السورة نفسها التي بدأت فيها أول الدرس إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم شهد الله يعني أنه إذ قلت لكم ثلاثا لهو 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 العزيز الحكيم لهو الغني الحميد لهو خير الرازق إحدى الثلاث لهو العزيز الحكيم كانت في هذه السورة إن هذا لهو القصص الحق اسمع على الكلام العلي الجامع المريد وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم إن الله لهو العزيز الحكيم ما من إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم في الصورة نفسها الرابعة منها كنت سأتيها بعدها ولكن إذ نحن فيها أقولها لك حتى تستمين مثلها في صورة الأنفال في الأنفال كذلك ولكن نقرأها منها وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم في الأنفال إن الله عزيز حكيم وسأتي عليك حين أبين لك كما قلت لك إذ قال لا إله إلا هو علمنا لا شريك له معنى لا إله إلا هو يعني لا شريك له معنى رب العالمين يعني لا شريك له فكيف نفهم العزيز الحكيم لا شريك له هذه سأتي عليها إن شاء الله الآن قلت لك أول صور القرآن افتتحت ألف لاميم الله لا إله إلا هو بدأت بالعزيز الحكيم وفيها ما قد سمعته من المبين لا أزعم لا أزعم أنه يرد هذا هذا يعني لو أتيت بأبي مرة إبليس الله وقريبه أخوه ابنه الدجان الأعوار لو جاء معا لا يحلانها ولا يفكانها قتلهما ربهما هذا كلام المبين كلام الله المبين تعالى اسمه الله اسمع الآن قلت كيف بدأت في آل عمران من أول الصور الآن حيث بدأت في أول الصور يعني آل عمران ما بدأت في أول الصور افتتحت آل عمران ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم εν 끼ى الصورة التي تبدأ بالعزيز الحكيم كما بدأت بالحي القيوم كما بدأت الأم القرآن برب العالمين الله رب العالمين جيد؟ أي صورة؟ صورة الزمر واسمع بما تفتح صورة الزمر التي أول صورة من الثمان فتحت بالعزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين تبع؟ تبع؟ فإذ بدأت بالعزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالعزيز الحكيم الله العزيز الحكيم إن الله العزيز الحكيم أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص إذ افتتحت بالله العزيز الحكيم واضح أزيدك بيانا فزد الله تعظيم تعالى اسمه العظيم هذه أول واحدة من الثمان افتتحت بالعزيز الحكيم واضح هذه الصورة اللي أول واحدة افتتحت بالعزيز الحكيم المجد لإسمه العظيم بما ختمت برب العالمين سورة الزمن ختمت وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الرحمن يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فأول الصور الثمان العزيز الحكيم بدأت تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ختمت قضي بينهم بالحق وقيل ختمت وقيل الحمد لله رب العالمين بدأت تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ختمت الحمد لله رب العالمين أول الثماني الثماني هي أن نكحل أعيننا برؤياها ونمتع أسماعنا بسماعها ثمان ثماني صور أولها الزمر ثانيها الشورة ثم الجاثية ثم الأحقاف ثم الحديد ثم الصف ثم الحشر ثم الجمعة ختاما حفظتها قربانا قال ماذا أحفظ أخر حفظت الثمانية صردها قربانا إذا بعثت يوم الدين ففتشت في صحيفتي كيف حفظت لك ثماني سوى كان فيها اسمك العزيز والحديد وكان الناس يحفظون الخنريفة والأباطين الشورة الزمر الأحقاف الحديد الصف قلت الأحقاف الحشر الجمعة هذا الذي يحفظه ماذا يكون الواصفون له أحفظ الأباطين طيب عجيب أخواننا عجيب ولا أعلم ما وراءه ولكنها عجب أليست هي ثماني ثماني كما سميت لك تبدأ اثنتان الزمر ثم الشورة وراءها الجاثية يعني بعد اثنتين تأتي ثالثة الجاثية أولها العزيز الحكيم وآخرها العزيز الحكيم وبعد هذه الجاثية التي جاءت بعد اثنتين وراءها اثنتين بعد الاثنتين اللتين وراءها واحدة أولها العزيز الحكيم وآخرها العزيز الحكيم ووراء هذه الأخيرة سورتان فهمت؟ سورتان ثم وراءها سورة أولها العزيز الحكيم وآخرها العزيز الحكيم ثم سورتان ثم سورة أولها العزيز الحكيم وآخرها العزيز والحكيم ثم صورتان واضح فالجاثية والحشر جاءتا بين الثماني تبدأ بالعزيز الحكيم الجاثية والحشر وتختم بالعزيز الحكيم أذهب قبل أن أنسى ونحن في النعمة فاتني أن أقرأ عليكم الشورى قلنا الزمر الشورى الجاثية اسمها المجد العظيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم إذا قرأت كذلك يوحي إليك من الموحي؟ الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم اسمع القراءة الأخرى كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك ماذا يوحى؟ يوحى إليك أن الله العزيز الحكيم كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فاهمتم؟ هذه الزمر الشورى الجاثية حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ها قد رأيت كيف فتتح كيف ختمت الجاثية والحشر تبدأ بالعزيز الحكيم وتختم بالعزيز الحكيم ختمت اسمع اسمع المجد العظيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم طوبى لمن جلس فسمع ومن أذن له فسمع اسم الله الرحمن العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء اسمع رب العالمين في آخرها فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين رب السماوات ورب الأرض اقتضاء رب العالمين هذا احد الأسماء الثلاثة لا إله إلا هو رب العالمين العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نحن قاربنا ختامه ولكن إلى الآن من لم يتنبه ولم يعقل ولم يرى فليستعذ بالله وليسأل الله الشفاء والعافية والموت الحق مصيبة يعني اللي بلغ هذا المبلغ ولم يتنبه مجدها وعلوها وعظمتها فليسأل الله العافية فقرأنا من أول الزمر الشورى الجافية الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين هذه سورة الأحقاف وراءها سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إنما سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحديد وفيها ما فيها تعالى اسم الله العظيم من الأحقاف حديد وراءها سورة الحشر سورة الحشر كسورة الجاتية تبدأ بالعزيز الحكيم وتختم بالعزيز الحكيم ولكن تختم بالعزيز الحكيم بعد كثير من أسماء الله العزيز الحكيم سورة الحشر في آخرها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الآن أريدك أن تتسمع معي أين يذكر قبل اسمه هو يعني يقول هو الله اسمعه هو الرحمن انتبه يعني ليس وراء كل الأسماء يقول هو فقال في هذه الصورة قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يعني ما قال هو عالم الغيب والشهادة قال عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور قراءة الأخرى يعني ليس هو المصور الذي خلق المصور يعني الذي خلق المخلوق المصور خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض اسمع وهو العزيز الحكيم سمعت أسماء كثيرة إنما هو الله هو الرحمن هو العزيز الحكيم سمع واضحوا أنه هذه صورة الحشر كالجاثية تبدأ بهذا الاسم العظيم وتختم به والكلام ليس عن العزيز الحكيم الكلام عن العزيز الحكيم واضح؟ هذا المجد والعظم العزيز الحكيم كيف قلنا رب العالمين العزيز الحكيم يذكر اسمه الحكيم مع اسم غير العزيز مع العليم مع الخبير واضح؟ ويذكر العزيز مع العليم ويذكره مع الحكيم ويذكره مع الحميد العزيز الحميد واضح إنما حيث ذكر العزيز الحكيم هذه التي كانت إذ أرسل أموسى ماذا قال له العزيز الحكيم هذا الإسم العزيز الحكيم جيد أخلنا الحاش ثم الصف سورة الصف والجمعة الجمعة كذلك فيها عجب ولعل فيها إشارة على المعاني التي نعان على فهم العزيز الحكيم فيها بإذن الله معنى الإسم سورة الجمعة تبدأ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض اسمها هذه السورة التي خطبت يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أعد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سمعت أين قال الملك القدوس العزيز الحكيم أعاد هذا الاسم العزيز الحكيم أعاد الاسم مرة أخرى في الصورة نفسها قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني أردف وراء المؤمنين مؤمنين آخرين لم يلحقوا بالأولين وهو العزيز الحكيم وهذه تعين على المعاني باسمها سورة وبما فيها وسنأتي بإذن الله بالعالم جيد قلت لك وسمينا لك الموارد والإشارات والشواهد والبينات على عظيم المحل والمقام فيها من أعظمها كما قلت لكم إذ قال ثلاث مرات أنا الله كان واحدة منها العزيز الحكيم سميت لك عظيم الشواهد من عظيم الشواهد للأخر كذلك أننا نتكلم عن العزيز الحكيم المحلى بأل واضح هذا مهم جدا الأسماء ترد في الكتاب محلات بأل أو غير محلات بأل الكلام عن العزيز الحكيم كما هي في تنزيله حيث قال ما وقفنا عندها قبل أن أذهب إلى إشارات الآتية أحيل المؤمنين إلى سورة الصف اقرأ أنت انظر ماذا فيها بما افتتحت بمن بما ختمت انظر انظر تقرب إلى الله بالنظر في كتابه العظيم جيد كما قلت لكم العزيز جاءت مع أسماء غير الحكيم يعني جاءت مع العزيز الحميد العزيز العليم كذلك الحكيم جاءت الحكيم العليم الحكيم الخبير ولكن مثلا وهذه مهمة جدا نبدأ الآن نفهم من هذا من معانيها معاني الحكيم ها هنا معاني الحكيم حتى تعلم المعنى الحكيم عند الناس وعند العلماء عند الأولين الأقدمين المسمين الأسامين ببالأ فيها واحد منهم ابن قيم الجوزية هذا لا يعني يقول النبي القول فيأتي المستسلفة بكلام النبي يسرقه أحد هؤلاء فيصير هو القائد هكذا فيصير نبيا بعد النبي عليه الصلاة والله وأنا على هذا من الشاهدين يعني ما هذا يتكلم يقول إنه ما فيه نأتيهم يوم القيامة ما فعله فعندهم الحكيم الذي يقول الصواب ويفعل الصواب ومنها فلان حكيم هذا هو عندهم على الإطلاق يعني لما اجتمعوا على الأسماء فجمعوا الأسماء فشرحوا الأسماء انتهوا إلى أن الحكيم هو الذي يقول الصواب ويفعله ومنهما تعرف هنا الرجل الحكيم يقول صواباً ويفعل الحكمة يفعل الصواب يعني أنه فكل لهم نرى هذا الإسم العظم مثلاً ورد هذا الإسم محلى بأل ثمانية وثلاثين مرة محلى سعادة بغير يعني بغير التعريف جيد هاتي نرى فوجدنا اسمه ثلاث مرات ثلاث مرات الحكيم الخبير هذه التي يظنها الناس الحكمة والخبرة ست مرات العليم الحكيم الحكيم العليم جيد ست مرات بين هذا وهذا الحكيم والعليم العليم والحكيم ست مرات اسمع 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 تسعاً وعشرين مرة العزيز الحكيم ثلاثة ستة تسعاً وعشرين فهذا الاسم مع العزيز أكثر مع العلم أكثر منه مع العلم والخبرة فهو مع العزة أكثر مما ظن الناس وإذ هو في تنزيل العزيز الحكيم مع العزيز أكثر من الخبير والعليم دفع أن تتعلم إيزاع أن ترى لازم واضح أكواننا أين قالها فالعزيز الحكيم يا عباد الله تسعاً وعشرين مرة ماذا يعنيها تسعاً وعشرين اسمع يا عبد هذا ليس جمل وليس تنجيم أكواننا كيف قال عليه صلى الله عليه وسلم سورة ثلاثون آية شفعت لعبد وحنا لما أتتبع الرحمن في الكتاب ستة وخمسين أو سبعاً وخمسين هذا ليس تنجيماً يا عبد الله واضح اسمع تسعاً وعشرين مرة ماذا يعني تسعاً وعشرين مرة كبر الله ليس في القرآن كله اسماني محلان محلان بأل التعريف يعني بهذا العدد ماذا؟ هاتي أي اسمين قلت لك العزيز الحكيم مثلها مثلاً الغفور الرحيم الغني الحميد العلي العظيم العلي الكبير جيد السميع البصير السميع العليم سأل بيذهب لا اسمان هكذا هاتي اسمان السميع العليم مثلاً الغفور الرحيم وذا ستفاجأ وكما قلت لك ليس في القرآن كله اسماني بلغا تسعاً وعشرين مورداً كما ورد لا إله إلا هو رب العالمين العزيز الحكيم دفعاً هذا دفع وإزاء حيث تقرأ وحيث تسمع واضح أخواننا فتسع وعشرون كما سمعت العزيز الحكيم وهذه من الآيات العجر لو تركت المؤمنين فقلت له أي اسم أكثر في القرآن مثنى يعني كما قلنا العزيز الحكيم الغني الحميد أي اسمين أي اسمين أكثر في الكتاب وارد الظاهر على قلب المؤمنين أن يقول الغفور الرحيم لو تركت المؤمنين جميعاً أهل النظر أو الدارسين وليس العامة التي لا تنظر العامة التي نظرت في الكتاب يعني التي لها نظر في الكتاب سيقولون الغفور الرحيم ولو تركت علماء سألتهم هذا السؤال لن ينتهوا إلى العزيز الحكيم إلا أن يقعد أحدهم ويكون يعني علم وجلس لا أصبع أصبع كم مرة ورد الغفور الرحيم إذ ورد العزيز الحكيم 29 مرة غفور الرحيم سبعة مرات الغفور الرحيم في الكتاب والظن أنها مئات ظن المؤمن أنها عشرات لم أقل مئات عشرات إلى مئات زيادة على مئات سبعة مرات الغفور الرحيم وليس غفوراً رحيماً وليس غفور رحيم بأل التعريف كما العزيز الحكيم بأل التعريف الغفور الرحيم غفور رحيم بجميعها كثير إنما الكلام على المحلى بأل الرحمن هكذا العزيز الحكيم لما قال لموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم بما افتتحت الصوار هكذا واضح شرطها المحلى بأل إذا جئت أجمعها لو شئت فقرأتها جميعاً بغير أجمعها وأحصيتها أنا ولكن كلامنا على المحلى علمت الفارق هل علمك السميع العليم أكثر من الغفور الرحيم في القرآن عدداً إلى الدعم فالغفور الرحيم لم تبلغ ربع موارد العزيز الحكيم بأقل بقليل واضح سبعاً إلى تسعين وعشرين يحسن أن مقرب الأولين هذا رحمة هذا رحمة لا أريد أن نسميها كنوز ولو أن يعني يجوز فيها يعني أريد أن أعلو بها على هذا المعنى إنما أعلى أسماء الله أعلى أسماء الرحمن أعلى أسماء الرحمن في القرآن محلى بأل ضمن المؤمن الغفور الرحيم أعلى أسماء أعلى أسمائه محلى بأل العزيز بعده الحكيم بعده الرحيم بعده العليم بعده الغفور يعني أردت أن انتهي بك إلى الرحيم الغفور الغفور إحدى عشرة مرة هذا هذه شراط فلما قال إنه العزيز الحكيم تبين بإذن الله رب العالمين المعنى أمام يعني أكثر أكثر أسماء الرحمن في القرآن هذا هو يعني أبقي يا أخوان مجلس منفرق أكثر أسماء الله الرحمن أكثر أسماء الرحمن الله في الكتاب هذا يعني نجعل له خصا قريبا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين الآن نرجع إلى الأمر الواجب أما أن الله لا إله إلا هو يقتضي لا شريك له فهمنا أنه رب العالمين يقتضي لا شريك له العزيز الحكيم عوذن عليهم كيف نفهم أنه لا شريك له اسم ما العزيز يا أخوان ما العزيز وما العزة العزة لسانا المنعة والامتناعة مثلا يقول الله يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يعني ليس ممتنعا على الله جيد قال الله عن الكافرين بل الذين كفروا في عزة وشقاق عزة منعة يتمنع من الإيمان يأبى منعة وإباء يأبى منعة ولا يكون العزيز عزيزا إلا بعد قوة ما في ضعيف فهو عزيز واضح العزة من القوة واضح فمتى يتمنعون بعد قوة لهم المستكبرون والملأ واضح فقال الله وما ذلك على الله بعزيز أي ممتنع قال قوم شعيب لشعيب إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز مش ممتنعا يعني كما نكون نأتيك يعني نصيبك نصل إليك إن أردناك واضح أخواننا فأصل العزة المنعة والقوة أصلها أصلها أخواننا تحديدا على المنعة والثبات ومنها قلت لكم النساء العرب عاور بين حروفه عازازة عزة هي عازازة ومنها العزة الزعزعة فالعزة على غيرها الثبات والمنعة ولا تكون إلا بعد قوة لا منعة إلا بعد قوة واضح يعني لا يمتنع الرجل من قومه إلا بقوة فيه واضح جيد فبالتالي العزيز وهي أكثر أسماء الرحمن من المحلاب قال العزيز فهمنا أكثر أسماء الله الرحمن العزيز اللي هي المنعة التي لا تكون إلا بعد قوة منعة جاي فبالتالي فبالتالي إذا امتنع على كل أحد فاضح قوة وبلغة على العالم فإذا امتنع على كل أحد على كل شيء لا يقدر عليه أحد ممتنع على كل شيء ممتنع على كل أحد بقوته وعزته ممتنع على كل أحد أين شريك بما صار له شريك ولا يقدر أحد على شيء مما عنده بعزته واضح أخواننا الآن تكاد العزة تكون قريبة وحتى عند المشيخات اللي قالوا فيها قريبون هم إليها يعني يطوفون حول المنعة والقوة والامتنع على هذا الآن الحكيم هذه التي أشكلها فقالوا الحكيم الذي يقول الصواب ويفعله وقلنا لكم إن كان مقالتهم صواب تجد الحكيم أكثر ما تجد مع العليم ومع الخبير مع العلم والخبرة واللي هو الحكيم في آخر القول فلما وجدناها بما لا يقاض مع العزيز علمنا أن الحكيم غير ما قال ثلاثا مع الخبير ستا مع العليم تسعا وعشرين مع العزيز لازم الآن ومنها أمر محكم شيء وأحكم أين العلم والخبرة مثلا هذا أمر محكم وأحكمت إغلاقه ووثاقه وأحكمت شده أين العلم حتى هذه اسمه في لسان الأول ينتهون إلى أن الحكم منتهاها إلى المنع يعني من العزة يعني من العزة ينتهون إلى أن الحكمة من المنع والحكمة هي الحديد التي توضع للدابة لتمنعها من الجري والانفلات فبالتالي إذ امتنع منها مزيد على المنع يعني الحكمة وأحكم فيها المنع بالإحاطة الأمر الحكيم منعة بإحاطة وحكم بينهم لاحظ قضى بينهم فصل بينهم وحاطى في الأمر أحاطى كلا الخصمين فجمع بينهما وقضى بينهما وفصل بينهما وكما يقولون منعهما من الخصومة قالوا كيف حكم بينهما منعهما من الخصومة وارد إنما يذهب القول أو الحكيم والحكمة تذهب إلى أكثر من هذا إلى ما سنذهب أكثر من أنحكم وحكمة سنذهب إلى الحكيم وهذه أبيانها الاحتكام وأحكم والحكم هذا من الحكيم واضح أخواننا نريد العزيز الحكيم الذي به عرفنا أن لا إله إلا هو واضح أخواننا يعني أذن لنا أن نحكم بين الناس ولكنك إذ حكمت بين الناس لست العزيز الحكيم ولكنه العزيز الحكيم بالتالي مرادنا الحكم بين الناس أم أنه العزيز الحكيم واضح أخواننا وَجَعَلَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ حُكَّامًا وَلَمْ يَجْعَلْ وَلَا يَنْبَغِيْ إِلَّا يَكُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمْ مواضح؟ هاتي نرى الحكيم أين قال في سورة آل عمران ابتدأ إذ هي في الآورة وَلَوْ قَرَأْتُ لَكْ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مثلاً لما سأله إبراهيم خليل الله كيف تحيي الموت فأراه كيف أتته الجبال سعيا تذكرون فصلنا فيها العامة والناس قلون فقطع الطير فجاءت الطير كيف أحيى الله لإبراهيم الجبال فأتت الجبال بعد أحيائها سعيا فقال الله بعدها وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ كُونِ الْحِكْمَةِ أَيْنَ مَحَلُّهَا إِذْ أَتَى بِالْجِبَالِ سَعِيَا وأحيى الجبال بعد موت ومواد هذه أولها وسنأتي بعدها فلو كان من الحكمة التي يظنها الناس الحكيم اللي هو العليم أحياء الجبال من ماذا؟ في سورة أهل عمران التي مثل الآية في سورة الأنفات وَمَنْ نَصْرُهُ مَنْ نَصْرُهُ إِلَّا هذا أحصر الحصر في اليسان العربي ما كذا إلا كذا هذا حصر أكثر من ليس كذا مثلاً نفياً ما كذا إلا كذا هذا يعني أحصره وأبلغه وحصره واضح؟ فقال الله وَمَنْ نَصْرُهُ مَنْ نَصْرُهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ما في نصر؟ لا ينبغي نصراً إلا من عند الله اسمع وَمَنْ نَصْرُهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ نَصْرُهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الحكيم فهمنا العزة الحكيم اسمع خاننا النصر اقتضاءً فيه منصور وفيه مغلوم فيه من نصر وفيه من غلب واضح خاننا؟ فالذي نصر لا تبلغه ولا يبلغه النصر إلا بعد عزة الله الآن كيف غلب الآخة؟ العزة المنعة فكيف غلب الآخة؟ غلب بالحكمة الآن قلت لك غلب بالحكمة حتى تقول كيف غلب بالحكمة جيد اسمع يا عبد الله اسمع ما أعظمها يعني أن نقول أتي به غلبت فلان أتيت به بلغته أحط به قوة ومشيئة أحط به هذا منها فلولا إحاطتك به اقتداراً وعلماً وبلاغاً ما غلبته فلا تغلبه حتى تحيط به وتبلغه قوة وعلماً واختداراً وكل هذا أقول لك كل هذا لأن الكلمة العزيز الحكيم جامعة فلذلك جعلها الله مع لا إله إلا الله رب العالمين العزيز الحكيم ما قال القوي الكبير القوي العزيز فهو الذي لا إله إلا هو واضح؟ العزيز الحكيم كلمة جامعة وسيستمع اسمع مثال قال يعقوب لما بقي ابناه في مصر قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً اسمع إنه هو العليم بأمره وأمرهم وأينهم وما حالهم طيب كيف يأتيك بهم؟ إنه هو العليم الحكيم عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً بما يأتيك بهم بعد يعني ضيعة كيف يأتيك بهم؟ قال بالحكيم الذي يبلغ بإحاطته وعلمه واقتداره فالحكيم من يبلغ بقوته واقتداره وعلمه وإحاطته كل شيء فإذا بلغ كل هذا أتى بها فيعقوب برجائه بالله قال يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم قالها يوسف بعد إذ ملكه الله ومكنه قال إن ربي قد آتيتني من الملك بعد هذا قال قبلها اسمع إن ربي لطيف لما يشاء إذا أراد شيئاً فعله اسمع إن ربي لطيف لما يشاء ليس بما يشاء لو كما تظن العامة اللطف اللي هو الرفق يقول لطيف بما يشاء لما قال لطيف لما يشاء يريده إذ أخرجه من السجن وجاء من إخوته فكل شيء يريده يبلغه لطيف لما يشاء اسمع إنه هو العليم الحكيم فإذا شاء شيئاً تبلغه مشيئته بالحكمة ما المراد بالحكمة؟ الجامعة الآن سأكلمك وأتلع عليك آية مستميدة في سورة الحجر قال الله اسمع في سورة الحجر وإن ربك اسمع بعدما علمت أن الحكمة من معانيها الجمع من معاني الحكمة الجمع وقبل أن ننتقل إلى الآية احتج بالآية العزيز الحكيم اقتضاء لا شريك له إذ يمتنع على كل أحد والحكيم يأتي بكل شيء واضح؟ واضح؟ فيجمع له كل شيء بالحكمة اسمع قال في سورة الحجر وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك هو يحشرهم بما؟ ما قال إنه قوي إنه قدير لأن القوة والقدرة في الحكيم وليس كل قوي وليس القوي ليس اقتضاء الحكيم قد يكون قويا ولكن لا يبلغ ولا تبلغ قوته أن يحكم أمره فيجمع كل ما يشاء ولا القدير قد يكون وليس الكلام على الله قد يكون الرجل قديرا ولكن لا يبلغ أن يجمع لقدرته كل ما يشاء ولكن الحكيم لا يكون الحكيم إلا بعد القوة والقدرة والإحاط كلها فهذان الإسمان جامعان به ما قال الله العزيز الحكيم لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم فكل الأسماء صارت في هذا واضح أخوانا قال إن ربك هو يحشرهم إنه حتى تعلم أنه سيحشر العالمين قال إنه حكيم عليم قال عقوب عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم لا شك أنه يعقوب لا يريد أن يعني أنه يأتيهم بهم بعلمه لأنه الاتيان بالقدرة وليس بالعلم فقال إنه هو العليم بما هم في أين هم فبعلمه واقتداره إنه هو العليم الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فلا تبلغ أن تنصر إلا بعد عزة بعد عزته ويغلب المغلوب بالحكمة إذ يحشر ويجمع إلى مشيئة الله بالغلبة واضح اسمع إبليس لعنه الله قال في في سورة نفسها في سورة الحجر في آخرها قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لقال بعزتك بالمنعة بالامتناع فأقسم بعزة الله بمنعة الله لأن الله إن لم يأذن لا يقدر هذا الخبيث اللعين فكأن اللعين يستأذن الله العظيم لما قال له بعزتك يعني إذن لأنه إذا تعززت لا أستطيع أن أفعل شيئا فبعزتك معناها إذن لي واضح إخواننا فالآن نقارب مثلا في سورة الأنفال قال الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اسمع تأليف القلوب بحسبة الناس والمشيخات بما يكون تأليف القلوب بالرحمة بالاقتدار قال ولكن الله ألف بينهم انفلات القلوب وتنافر القلوب وتشاتت القلوب واختلاف القلوب من يقدر على جمعه اسمع قال ولكن الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا شوف الجمع الجمع قلت له حكمة على الجمع لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم هذه شاهد على شاهد لما أن الحكمة للجمع فجمع قلوب الناس وجمع الناس المستحيل إلا على الله من الذي يجمع المستحيل ويقدر على جمع ما استحال جمعه الحكيم واضح فهذه إشارة أن الحكيمة لمن أحاط وجمع له كل شيء شاءه فالذي امتنع على كل شيء وجمع له كل شيء شاءه لا إله إلا هو اختضاءه واضح في سورة الأنفال نفسها هذا عجب في سورة فيها كثير منها قال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم ماذا يعني أمكن منهم نحن نقول أمكن منك نحن نقول أمسكك أتى بك أمكن منك أتى بك في سورة الأنفال كذلك إذ يتكلم الله عن الأسرى والأسارى الذين أسروا وأمكن منهم فقال الله وإن يريد خيانتك الله يقول للنبي عليه الصلاة هؤلاء الأسرى إن أطلقتهم فخانوك إن أطلقتهم خدعوك لتطلقهم فخانوك بهذا قال الله فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم كيف أمكن منهم إن أتى بهم أسرهم جيد جمعهم لمشيئته وأمره أسرا بعد إحاطة قال اسمه في سورة الأنفال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم اسمع والله عليم حكيم عليم يعرفها الناس الحكيم لقال فأمكن منهم فإذ أمكن منهم فهو حكيم إذ أمكن منهم بعد انفلات منهم فهو العليم الحكيم جيد يعني كما قرأنا من الأنفال فأمكن منهم بما أمكن منهم اللي كانوا منفلتين بالحكمة والله عليم حكيم كذلك في سورة الأنفال نفسه مليئة بسورة الأنفال اللي هي بما هي سورة الأنفال هل ليست سورة الطلاق سورة الأنفال مليئة بالعزيز الحكيم عزيز حكيم عزيز حكيم إذ سورة الأنفال ولا تكون أنفال لنبي الله إلا بعد قوة ونصر وغلبة بما غلبت يا نبي الله وانتصرت بالعزيز الحكيم واضح فقال الله في السورة نفسها وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ إذا توكلت على الله ثق أنك توكلت على من يتوكل عليه إنه عزيز حكيم من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم كأنه يقول لك ثق توكلت على من يتوكل عليه بما بعزته وحكمته ما الحكمة قول الصواب وفعل الصواب القوة كما قال في سورة الفرقان اسمع وتوكل على الحي الذي لا يموت إذا أردت أن تتوكل تريد قويا لا يموت قد أتوكل على قويا فيموت فتسقط وتنقطع وكالته صحيح إنما قال لك توكل على الحي الذي لا يموت توكل على العزيز الحكيم فالحي الذي لا يموت ضمنت بها أنه سيبقى فلا ينقطع عن معونتك تعالى اسم الله العظيم ولزمني غيرها القوة فإذا توكلت أتوكل على ممتنع عزيز وإذا أراد شيئا كان بما؟ بالحكمة أنه الحكيم إذا أراد شيئا بلغه أتى به إن الله غالب على أمره هذا الحكيم إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره هذا نقالها عن نفسه تعالى اسمه فالذي يبلغ أمره ويغلب أمره العزيز الحكيم كذلك في سورة الجمعة قلت لكم فيها مرة قلت لكم من اسمها فيها إشارة سورة الجمعة آخر مورد للعزيز الحكيم بافتتاح سورة إنما آخرها بالتغابل وفيها إشارة بإذن الله رب العالم إنما آخر السور التي افتتحت بالعزيز الحكيم الجمعة فيها مرتان قال هو الذي بعث في الأمنيين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم لم يلحق بهم لما يعني لم ولكن قريبا يلحقون بهم لما يلحق بهم سيلحقهم بهم وهو العزيز الحكيم بما يلحق الذين لم يأتوا بعد عصى الله أن يأتيني بهم أنه الحكيم بما يلحق المؤمنين بمن لم يؤمن بعد وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم جيد وهذه سورة الجمعة وقلت لكم أن من معاني الحكمة لحاط والقدرة والقضاء والفصل لما تجمع لهذا الاسم يكون اسما جامعا لهذا كان من الأسماء العليا الاسم الجامع لهذا قاله إنه أنا الله العزيز الحكيم لأن الاسم هذا جامع العزيز الحكيم واضح أخواننا فكل الجمعة فيها يجتمع لها المران من الجمعة العزة قلت لك الامتناع والحكمة من معانيها الإحاطة والجمعة إحاطة والجمعة فيجتمع له كل شيء يشاء إن الله بالغ أمره إن الله غالب على أمره هذا من الحكمة التي فيها تعالى أسم الله العظيم جيد سورة التغابن تغابن آخر مورد لإسمه العزيز الحكيم آخر مورد للعزيز الحكيم في سورة التغابن بالتعريف في آخر آية آية فيها عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ماذا نريد منها؟ في هذه السورة صفحتان وجه وظهر في هذه السورة سمى الله آخر مورد العزيز الحكيم في هذه السورة سمى الله يوم القيامة باسم ما سماه إلا هاود يوم يجمعكم ليوم الجمع في هذه السورة ختمها العزيز الحكيم واضح أخواننا؟ فماذا الآن؟ مرة أخرى مرة أخرى نحن نتكلم عن العزيز الحكيم وحين تكلم العزيز الحكيم يكون الكلام عزيزا حكيما واضحوا أنك إنما إحنا على طاقتنا اسمع يا عبد الله العزيز قطعا كما تبين لك الممتنع الحكيم بالغ أمره غالب على أمره المهيط أحاط بكل شيء قذر على كل شيء بلغ كل شيء هذه من الحكمة فمن؟ اسمه العزيز الذي يمتنع على كل أحد يمتنع على كل شيء لا يقدر عليه أحد لا يقدر عليه شيء لا يقدر على ما عنده أحد لا يقدر على ما عنده شيء فهمنا العزيز الحكيم الذي لا يمتنع عليه أحد لا يمتنع عليه أحد لا يمتنع عليه أحد ولا يمتنع عليه شيء فإذا نصرك العزيز لا يمتنع عليه أحد لا يمتنع عليه شيء ومن نصر إلا من عنده العزيز فإذا غلب من شاء من شاء الحكيم العزيز الحكيم تعالى اسمه العزيز الحكيم تتبعت من قالها من الأنبياء فوجدت نبيين قالها أبونا أبو نبي الله محمد عليه الصلاة الله أبو المؤمنين إبراهيم قالها في أول الكتاب في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثم قال وراءها ربنا بآيتين وابعث فيهم رسولا منهم يدل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقالها إبراهيم كذلك في سورة ممتحدة لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وقالها روح الله عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تعالى اسم الله العظيم وقليل دعاء الأنبياء بها يعني ما قال العزيز الحكيم من الأنبياء إلا إبراهيم والمسيح عليه وعلى أمه سلام الله وصلاته ختاباً وتقريباً قد يسأل السائل إذ هو العزيز الحكيم كيف نفهم كيف يحكم بين الناس والحكمة بين الناس والحكم بين الناس يبدو أن هذا من هذا وأنك إذا حكمت بين متخاصماً متنافرين مختلفين حكم بين الناس بين مختلفين متنافرين أصل الخصم أصل يا أخوان الطرف أصل الخصم الطرف إذ يكون هذا في طرف وهذا في طرف وهذا في فريق وهذا فريق وهذا في خلف وهذا في خلف فالحكم بينهما جمع بينهما فكيف تحكم بينهما تجمع بينهما على أمر واحد فمن الحكم القضى حكم بينهما قضى بينهما فصل بينهما كيف بعد يجمع بينهما في قضاء وفصل وأمر واحد جيد كما قال الله تعالى اسمه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم يجمعنا ليوم الجمع فهذا الجمع فجمعنا وقضى بين الناس يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون كيف على أمر واحد يجمعهم على أمر واحد أن يقضي الله بينهم على أمر واحد واضح أخواننا الحق واحد هكذا الجمع انتهى أن الأمر كذا هذا هو حكم الله يوم الدين أن الأمر كذا وأن الحق كذا وأن الفصل كذا واضح أخواننا ولا يكون للفريقين حقا وباطلا فالآن أخواننا لعلنا قربنا ولو لم ولو لم نبن ونشرح معنا العزيز الحكيم كان يكفي أن تتنبه مواردها ومقامها في الكتاب العظيم واضح؟ إذ قال الله أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله رب العالمين أنا الله العزيز الحكيم واضح؟ إذ تقرأ ويكفي أن ينار لك وتبصر بما لم يكن يعلم العبد يعني ارجع وراءها ما كان هذا الاسم مذكورا يذكر طبعا قطعا ويتلا في الكتاب إنما ما كنت أعلم هكذا أقول كان العالمون جميعا يعلمون كل المشايخ والعلماء والعامة بجهلائها كلهم يعلمون إلا أنا أنا ما كنت أعلم أنا ما كنت أعلم أن العزيز الحكيم حيث ما تلوت حيث ما قرأت حيث ما تبين لي فالحمد لله عن نفسي اتكلم أنه تبين لي ما كنت أعلم كل الأمة كان يعلم أنا عن نفسي اتكلم ما كنت أعلم أن هذا كان مخم وأحمد الله حمدا يملأ السماوات والأرض أن بين لي قبل موته آتيه يوم الدين وأنا أعلم أنه لا إله إلا هو رب العالمين العزيز الحكيم أنعم لي وأتم في النعمة والفضل والإحسان أن لو ميت وأنا لا أعلمها ولغبطت من علمها وأنا لا أعلمها قال الله في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته الكتاب العظيم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون أنا فرح فرح جدا قلت لإخوتي الذين أسمعوه قلت لكم لا أذكر أنني فرحت فرحا بمثل هذا كما قال الله فبذلك فليفرح كما فرحت بالرحمن باسمه العلي العظيم كما فرحت بهذا فنسأل الله يزيدنا به وبكتابه علما ونورا ونصيرا يكون لنا حجة في الدنيا والآخرة وشفيعا يوم يكون الناس لرب العالمين اسمه في حديث يعني هذا كذلك كما قلت لكم نعان به على تجانيها أثر عن نبي الله عليه الصلاة والله عبث به بعض المتقولين يقول لك ضعيف ويقول لك كذلك وهو عندنا من النور المبين الحديث أن نبي الله عليه الصلاة والله قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهمتها لا إله إلا الله رب العالمين لا شريك له لا شريك له معناها لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا شريك له اسمع له الملك وله الحمد قلت لكم في شروح قديمة ما معنى الحمد الذي له كل شيء له الملك وله الحمد العزيز الذي له الملك وله الحمد العزيز العزة المنعة ملك كل شيء الذي ملك كل شيء العزة منها الامتناء فملكه له وليس لأحد فيه شيء له الملك وله الحمد من عزته وهو على كل شيء قديم الحكيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديم شرحا وتقريبا واضح أخواننا؟ ليه؟ ليه قلنا هذا الكلام؟ إذ قال الله قال على كل شيء قدير قال له الملك وله الحم ولكن لما خص أن يقول أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله رب العالمين أنا الله العزيز الحكيم العزيز الحكيم تبيان وشرح أن من كان لا إله إلا هو اقتضاء عز وحكم ماذا يعني حكم؟ ليست حكمة الخوارج أن يقطع يد السارب ويرجو مزاني الكلام عن من عزه فلا يقدر على شيء عنده وحكمه فلا يمد عن ملكه ومشيئته شيء واضح أخواننا؟ تعالى أنا اسم الله العزيز إنما تذكيرا كما قلت لكم لو قلت للناس وأنا منهم أيما أكثر في الكتاب الغفور الرحيم أم العزيز الحكيم؟ لبادرت عجلة فقلت الغفور الرحيم فإذا الغفور الرحيم في الكتاب سبعا والعزيز الحكيم تسع وعشرون مرة قلت لك وإذا من أراد أن يستبين فليستبين تعالى سبع الله قلت لكم كذلك أستحق هذا أن أقولها لجمع المسألة بالأسماء المحلى بقل أعلى الأسماء أعلى الأسماء الله الرحمن أعلى أسماء الله الرحمن فلا نحصل الله ولا نحصل الرحمن لأننا نتكلم عن أسماء الله ونتكلم عن أسماء الرحمن فأعلىها بقل التعريف العزيز ثم الحكيم ثم الرحيم ثم العليم ثم الغفور بغير قل التعريف هذا يقتضي أن أنا سنجلس الآن مجلسا له إن شاء الله فنفصله فيه إن أنا بإذن الله رب العالمين أنا سأقولها حتى أختم سأبكي هذا الاسم لأن له مجلس هذا الاسم ثم الرحيم يعني بقل التعريف وغير قل التعريف ما تجمع به الأسماء جميعا فيكون هذا الاسم ثم الرحيم ثم الغفور ثم الحكيم ثم العزيز إذا أطلقتها من قل التعريف واضح؟ إنما ألزمتنا الآيات أنا الله لا إله إلا أنا تعالى أسمه العظيم أنا الله رب العالمين أنا الله العزيز والحكيم تعالى أسمه العظيم واضح؟ فنأسأل الله أن يكون فيها عداية ونورة ومصيرة وقربانا إلى الله ونسأله مزيد بيان بالكتاب رحمة ونعمة وأسأله أن يصوبنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا به علم علما نعرفه به ونتقرب به بهذا العلم إليه أن نكون عنده يوم الدين لمن علمه وشهد ربنا اللهم اكتبنا فيمن علم وفيمن شهد أما نحن في الحياة الدنيا علمنا أن لا إله إلا الله رب العالمين العزيز الحكيم وشهدنا أن لا إله إلا هو رب العالمين العزيز الحكيم اللهم ربنا فقل بها موازيننا واملأ بها صحائفنا رب محمد والأنبياء والمرسلين آمين السلام عليكم